السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت مهتم بشراء كتب لمكتبتك في البيت فانت لازم تسمع الفيديو ده للنهاية التعريف بكتاب موسوعة الاحاديث الصحيحة يقول اخي محمد عنان موسوعة الاحاديث الصحيحة هو كتاب جامع فيه الاحاديث الثابتة على قواعد المحدثين من اكثر من سبعين كتاب من كتب السنة الاصلية المسندة منها الكتب التسعة حيث جمع فيها الاحاديث الصحيحة بنوعيها والحسنة بنوعيها اللي هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره عدد الاحاديث في الموسوعة 9814 حديث منهم 7800 حديث مرفوع نسبة عدد احاديث الصحيحين اللي هم البخاري ومسلم عليهم رحمة الله في الاحاديث المرفوعة 43% القواعد المراعية في الكتاب الكتاب لم يتضمن الا الاحاديث الثابتة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وبلا تكرار للمتون وهذا هو شرط الكتاب فما اتفق المحدثون على صحته اورده وما اتفقوا على ضعفه تركه واخد برأي جمهور المحدثين عند الاختلاف وتلك هي القاعدة اتنين استوعب كتاب موسوعة الاحاديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم بلا تكرار للمتون استوعب الكتاب ما ثبت في باقي الكتب السبعين التي اورد ذكرها في المقدمة ونذكر من تلك الكتب على سبيل المثال للحصر سنن الترمزي وسنن ابي داود والنساء وابن ماجه واسبكم مع باية المراجح العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقه فيدري اربع استوعب الكتاب جميع الاحاديث الثابتة على قواعد المحدثين في معظم كتب الشيخ الالباني رحمة الله عليه المطبوعة المتدولة الفقهية والحديثية وقد بلغ عددها 76 كتاب فهناك احاديث ثابتة في كتب الشيخ الالباني في غير المصادر التي اعتمد عليها وهي السبعين كتاب وكتب الشيخ الالباني تم سردها في المقدمة وبيقول الشيخ محمد عناني ونكتفي هنا ان نذكر على سبيل المثال الحصر الكتب التالية صحيح الجامع الصغير وزياداته سلسلة الاحاديث الصحيحة صحيح الترغيب والترهيب ارواء الغليل مشكات المصابيح رياض الصالحين ومن ثم فالكتاب استوعب كل ما ثبت في كتاب السيوطي الجامع الصغير وزياداته وهو سفر كبير جليل جمعه الامام السيوطي عليه رحمة الله من عشرات كتب الحديث واستوعب كل ما ثبت في كتاب مشكات المصابيح للتبريزي واستوعب كل ما ثبت في كتاب منار السبيل لابن ضويان واستوعب كل ما ثبت في كتاب الترغيب للمنذري واستوعب كل ما ثبت في كتاب رياض الصالحين للنووي واستوعب الكتاب جميع الاحاديث الثابتة على قواعد المحدثين في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل ابن هادي الواديعي اليمني عليه رحمة الله واستوعب الكتاب جميع الأحاديث الثابتة في كتاب الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيح هيهما للضياء المقديسي واستوعب الكتاب أيضا كل ما ثبت على قواعد المحدثين في الكتب التالية الجامع الصحيح للسنن والمسانيد لصهيبي بن عبدالجبار الفلسطيني والضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع لمحمد نصر الدين عوضة وجامع الأصول للشيخ صالح الشامي ومعالم السنة للشيخ صالح الشامي وجامع المسانيد والسنن لابن كثير عليها رحمة الله واستوعب الكتاب مئات الأحاديث الثابتة من كتاب الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور للدكتور حكمة ابن ياسين ابن بشير العراقي والتي انفرض بها الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما أو انفرض بها أحدهما على الكتب السبعين أي أن تلك الأحاديث غير موجودة في الكتب السبعين وقد قرأنا كتاب الصحيح المسبور كاملا وأخذنا منه كل ما له فائدة معتبرة في التفسير تسعة تم الوقوف على مئات المراجع الحديثية لاختيار الأحاديث الثابتة دون الضعيفة والموضوع ولم يكتفي بالمحدثين المتأخرين بل اطلع على أحكام المتقدمين والمتأخرين قدر المستطاع وسوف تجد في الحاشية السفلية مكان الحديث بالرقم أو بالصفحة مع بيان دركته وأحكام المحدثين المتأخرين والمتقدمين عليه حسب ما توفر لدى الكاتب واستعان بمحركات البحث الخاصة بالأحاديث ليتسنى له الوقوف على ثبوت الحديث من عدمه ودرجته وأحكام المحدثين عليه مثل الدرر السنية الموضوع الحديثية وغيرها ثم بعد ذلك رجع إلى المراجع ليتأكد من الحكم حتى يتسنى له ذكر درجة الحديث وحكم المحدث عليه مع ذكر المرجع عشرة بين يدي الكتاب تم جمعه من دراسة أكثر من ربع مليون نص حديثي وحذف الضعيف والمكرر منها ويرتب روايتها وعرضت في فصول وأبواب ومباحث حسب الموضوعات تم الاطلاع على كتاب المطالب العالية للحفظ ابن حجر وكتاب مجمع الزوائد للحفظ الهيثامي وذلك لوجود أحاديث مفقودة في كتب الأحاديث الأصلية والتي كانت مادة لكتابي ابن حجر والهيثامي فهناك أحاديث في المطالب العالية لا تجدها في غيرها من كتب الحديث لفقدها 12 شرح غريب الحديث وبيان معاني ألفاظه فيه الكثير من الشروح والتعليقات الفقهية والحديثية للكثير من العلماء والمحدثين حيث ستجد شروح الدكتور البغى على صحيح البخاري وشروح عبد الباقي على صحيح مسلم وتعليقات كثيرة للإمام الألباني وابن حجر وابن عثيمين وابن باز وابن حبان وغيرهما وطبعا هتجد روابط أسفل الفيديو توصلك لحبيبنا محمد العناني وجزاه الله خيرا على هذا التعب وهذا المجهود في هذين الكتابين الرائعين بصراحة جهد جبار ربنا يبارك فيه وينفع به في الختام هذا ما أعلم والله أعلم وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات بالعلم تنال الجنات وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات العلماء يخشون الله إذ عرفوا أعلم